بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا في اللقاء السابق عن مسلث السرعات وكيفية رسمه النهاردة ان شاء الله عايزين نتكلم على الجزء السادس والذي يتحدث عن رسم مسلث السرعات على بيلتون تيرباين شكل البوكت بيبقى زي ما هو موضح في الصورة عبارة عن واخد بعض الميل فيه شفة بتبقى موجودة في مدخل البوكت ودي الهدف من وجودها ان هي تسمح بتقليل الاحتكاك وبسهولة حركة الماء على سطح البوكت بعد كده بيخرج البوكت بيخرج المائع من البوكت في هذا الاتجاه عايزين نرسم مسلث السرعات في مدخل البوكت وفي مخرج البوكت لو فرضا رسمنا الريشة بالشكل ده هيكون سرعة المائع المائع اللي جاي من النزل ولتكن اسمها V1 ودي سرعة المائع المية والبوكت نفسه بيتحرك في نفس الاتجاه بسرعة اسمها U يبقى في الحالة دي الريلاتيف فيلوستي هي الفرق بين السرعتين ويبقى الشكل اللي احنا رسمناه ده مسلث السرعات في الدخول بالنسبة للخروج الريشة بتبقى واخدة ميل وليكن اسمه بيتا 2 الزاوية دي بتبقى قيمتها بتتراوح من 10 الى 15 درجة زاوية البيتا 2 دي ما نقدرش نخليها بصفر لان في حالة وجودها او في حالة ان احنا خلينا البيتا 2 بصفر هيكون المائع اللي بيرخرج من البوكت بيرد على البوكت المقابل او على مصدر المية وبالتالي بيعيك الحركة ولذلك احنا مجبرين ان تكون الزاوية دي بقيمة ما بتتراوح من 10 الى 15 السرعة الموازية لميل الريشة او لميل البوكت هي دي الريلاتيف فيلوستي طيب الريلاتيف فيلوستي ليه هي الريلاتيف هي الموازية علشان نقدر نفهم الجزئية دي خلينا هنفرض مثلا لو فيه سيارة السيارة دي طالع منها جت مية سرعة الجت ده 10 ميتر بير ساكند مثلا على سبيل المسال لو السيارة واقفة لو فيه شخص واقف في الخارج هيشوف الجت ده طالع بسرعة 10 ميتر بير ساكند لكن لو انت راكب مع السيارة نفسها وبدأت السيارة دي تتحرك في هذا الاتجاه وليكن بسرعة 5 ميتر بير ساكند ساعتها اللي واقف في الخارج ده هيشوف المية خارجة بسرعة 5 ميتر اللي هي فرق بين السرعتين طب بالنسبة لللي راكب في السيارة اللي هو متحرك مع البوكت في حالتنا اللي راكب من السيارة هيشوفها ما زالت متحرك حركة المائع بعشرة ميتر بير ساكند ولذلك فالحركة اللي بيشوفها مع البوكت أو الموازية لاتجاه البوكت هي الريلاتف فيلوستي البوكت ما زال بيتحرك بسرعة اسمها يو وبنفس الاتجاه وبنفس المقدار وبالتالي اللي هيقفل المسلس هنا السرعة الابسوليوت فيلوستي بتاع المياه في الخروج واللي تكون الفي 2 احنا هنحلل الفي 2 دي لمركبتين مركبة مماثية تنجينشيال فيلوستي ومركبة في اتجاه الراديال هنسميها راديال فيلوستي المركبة المماثية دي تمثب الور لفيلوستي في الخروج والمركبة الرأسية تمثل أو التقل الراديال تمثل الفلو فيلوستي والمركبة دي هي المسؤولة عن خروج الفلو يعني لو لو وجود هذه الزاوية كانت هذه المركبة هتبقى بصفر وده هيمنع خروج المائع ولكن وجود هذه الزاوية خلى في مركبة تسمح بخروج المائع من البوكت وهي الفلو فيلوستي اما المركبة الورل فهي مسؤولة او تعتبر جزء من الباور من حساب الباور او القوة المؤثرة على البوكت يبقى احنا في عندنا مجموعة من المسميات هنقدر نسميها دلوقتي الفي 1 تمثل absolute velocity of water at inlet الفي 2 absolute velocity of water at outlet اما الفي 2 فهي الريلاتف فيلوستي فاذا سميناها الفي 2 تبقى الريلاتف فيلوستي في الدخول او سميناها الفي 2 هتبقى الريلاتف فيلوستي في الخروج فيه بعد كده الورل فيلوستي او الفي 2 وهي التنجنشيال component of the absolute velocity ودي لو رسمناها في الخروج هتبقى اسمها في يو 2 وفي الدخول لو طبعا حللنا الفي 2 1 هتبقى هي نفسها الفي 2 1 الفي 1 هي الفي 1 عندنا مركبة اخرى اسمها الفي 2 وهي الريلاتف فيلوستي او الريلاتف فيلوستي او الريلاتف فيلوستي اذا سميناها الفي 2 فدي هتبقى في الخروج وإذا سميناها الفي 1 هتبقى في الدخول ولكن في حالة الدخول الفي 1 بتساوي صفر لان الفي 1 ملهاش اي ميل مع المماس اشتركوا في القناة